أبدأ بس بتهنئة إخوتنا أهل الكتاب من المسيحيين بقرب حلول عيد سيدنا المسيح عليه السلام سبع ناير كل سنة ودليل خير وطيبين فنتقدم إليهم بخالص التهاني القلبية دي رسالة من بين السطور دي ربنا يبارك لنا فيكم إن شاء الله وعيد سعيد على مصر لمسلميها ومسيحيها صحيح أما ما تفضلت من طرحه فإن الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن الغضب ينقسم بالنسبة لي صيغ الطلاق إلى سلاسة أقسام في عندنا غضب مبتدئ وغضب متوسط وغضب شديد تمام الغضب المبتدئ يعني أن يدرك وأن يعي ما يقول هذا يقع بلا خلاف ما بين الفقهاء تمام الشديد مشكنا مع المتوسط للوقت الشديد أنه لا يعي ما يقول ويخرج عن حالته الطبيعية فهذا لا يقع لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله لا طلاق في إغلاق ولأنه فقد ما قاله الله تعالى فإن عزموا الطلاق بقى الأمر في الغضب المتوسط قال العلماء إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية تحسب أما الثالثة فلا حفاظا على بيوت المسلمين تاخد بالأحواط للحفاظ على بيوت المسلمين نعم لكن حضرتك استطرد ومش ياخد وقت أخي الشيخ إسلام أنبه على شيء يتعلق بصيغ الطلاق يا سيدي في خلط في جميع الأوساط إلا ما عصم ربك ما بين صيغ إيقاع الطلاق وما بين الحلب الطلاق ما عليه ألسنة الناس الحلفان بالطلاق بالضبط الشغلة والفعلة يا سيدي هذه ليست صيغ طلاق وتنبى إليها الفقهاء فأذكر ما قاله الشيخ أحمد الدردير عليه رضوان الله من أواخر فقهاء المالكية قال والذي عليه أهل مصر أنهم يحلفون بالطلاق يريدون اليمين بالله فيجرى عليهم اليمين بالله قد يتساءل إنسانه من أين أتى الإمام الدردير عليه رضوان الله جاءه من فتوى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا قل له أن رجلا حالف بالطلاق كان يجريه مجرى اليمين بالله فإن بره بيمينه لا شيء عليه وإن حنس يبقى عليه كفارة أما الصيغ يا سيدي لا قال الفقهاء سلاسة صيغ وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الطلاق والفراق والسراح بشرط أن يقوله بلفظ صريح أنت طارق في الأزماء المتأخرة نعم في الأزماء المتأخرة استحدث الفقهاء أو فرعوا أو تكلموا عن الطلاق المعلق على فكرة الطلاق المعلق لم يكن موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام السابقين من الصحابة كان الطلاق منجز وكان يريده لكن بعد كده يعني آخر سطر قالوا إن قال إن خاركتي وإن ما خاركتيش كل المعلق دو المشروط استحدث بعد عصر رسول الله وعصر الصحابة أفضل